محمد الشناوي محمد الأسماء الكبيرة التاريخية أيضا في منتخب مصر واحد من أهم اللاعبين في منتخب مصر قبل ساعات من عملية المنزار اللي خضع عليها اليوم في ألمانيا بمعرفة الخبيل ألماني فلورين هاستر والمتخصص في صباط الكتف بعد الإصابة اللي اتعرض لها في مشاركته مع منتخب مصر في المباراة الماضية في كاسل أمم الأفريكية أماب كابفيردي دكتور أحمد جبالة طبيبي النادي الأهلي بالتنصيق الكامل مع دكتور محمد أبو العيلة طبيبي من المتخب حرصوا على الاتمئنان على نجاح العملية اللي أجرها النهاردة محمد الشناوي ومحمد الشناوي مبدئيا كده هيغيب ثلاثة أشهر عن النادي الأهلي مبدئيا يعني العملية بعد فترة الأشهر ممكن تزيد شوية مع فترة التأهيل ومؤمن العملية نجحته أن اللاعب كويس وده أهم حاجة بين لزمان طيب مين بقى هيكون بديل محمد الشناوي في النادي الأهلي أحكي لك الحكاية أحكي لك الحكاية وخلاص البطرة هتخلص الأهلي هيفتقد هو كمان محمد الشناوي مش بس منتخم مصر أول واحد محمد أبو جبل محمد أبو جبل والبنك الأهلي البنك الأهلي من حيث مبدأ يرفض تماما رحيل محمد أبو جبل في هذه الفترة إلى النادي الأهلي وشايفين أنه هو الحارس الأساسي للفريق وأن الحارس أو الحراس الآخرين ممكن ما يكونوش في نفس مستوى محمد أبو جبل وأنهم ما يكونوش حطين في خطاتهم أنهم ما يشتروا حارس في يناير وبالتالي البنك الأهلي من حيث مبدأ قافل قصة انتقال محمد أبو جبل إلى النادي الأهلي هناك حالت تانية السيناميكا كيلوباترة عشان محمد بسام السيناميكا كيلوباترة ما عندوش مانع أنه يسيم محمد بسام للأهلي أعار بس هو طالب إيه؟ طالب في المقابل مصطفى شبير فالنادي الأهلي قال لي السيناميكا كيلوباترة طب أنا كده عملت إيه؟ ده أنا عايز حد مع مصطفى شبير طب خدوا حمزة علاء الأهلي بيقول لي سيناميكا كيلوباترة خدوا حمزة علاء فسيناميكا كيلوباترة قال لهم أنه حمزة علاء هيشارك في الأولمبيات مع منتقى مصر ومش هيبقى موجود معنا هنخسر الحارس وعندنا حارس آخر موجود برضو في منتقى مصر الأولمبي ومش هيشارك معنا وبالتالي هتبقى الأمور عندنا صعبة جدا فكرة حمزة علاء فلا واحدة دوننا مصطفى شبير خدوا محمد بسام ودي طبعا هتعمل مشكلة لأهلي عشان كده الأهلي فعلا محلهاش يعني طيب ساني عن رأي ومالوش علاقة بقى بأسماء يعني هو ليه الحارس؟ يعني محمد بسام من أحسن حراس الموجودين في الدولة من أحسن حراس الموجودين في الدولة المصر بصراحة مش ببس السنة دي من سنوات ماضية وبشوف دايما أنه حظ وحش جدا في فكرة الانضبام للمنتخبات يعني بس محمد بسام 33 سنة 33 سنة محمد شناوي اللقتي أصيب ففرصا للنادي الأهلي أنه يبدأ يبص على حراسه اللي بين قسين المفروض اسمهم شباب يعني مثلا مصطفى شبير دا عند 24 25 سنة 24 سنة دلوقتي تمام؟ هو هيلعب إمتى؟ وبعدين النادي الأهلي أبقى على مصطفى شبير ما كانش بيتطلعه عارة ولا بيع عشان في الظروف اللي زي كده يفضل يجاهزه 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 لو ايه الشناوي لو عايز دوت في تباع فيبقى مصطفى موجود خلاص ما يلعب مصطفى شبير يا جمع يلعب يعني ياخد وعلى فاكه ابقى والد يكون عنده أخطاء وحد يقول لي إيه باش معنى مصطفى شبير يعني انت عملت الكلام عنه لعب حمز علاء لو مش عاجبك مصطفى شبير يعني لو المدرب مش عاجبه مصطفى شبير لعب حمز علاء 2021 22 سنة لعب حمز علاء مش لازم الحرس يبقى حاجه و30 سنة عشان يبقى يلعب في النادي الاهلي او الزمالك عادي يعني فلو مش عجبك مصطفى شبير لعب حمزة علاء ومش لازم تلف حويل نفسك تدور على حارس مرمى كبير عشان الحارس اللي انت هتجيبه النادي الاهلي ما هو بجول لو جي النادي الاهلي ما هو هيغلط بس هم هيغلط والشين ناوي كان بيغلط مصطفى شبير لو لعب هيغلط ولو حمزة علاء لعب هيغلط بس لما يغلط الحارس بتاعك الصغير هياخد خبرات بعد سنتين تلاتة يبقى عندك 26-27 سنة حارس كبير وحارس دولي يقعد معاك 10 سنين 11 سنة قدام فانا برضو مش عارف ليه الاهلي بيدور على حارس المرمى بصراحة يعني طيب